في الواقع تم القبض عليه لمحاولته إلقاء اللوم على أوزان عندما يذهب إلى السجن يمسك الشاعر في اللحظة الأخيرة ويقول الحقيقة غير كوري نتيجة اختبار الحمض النووي رازي يقارن إيفيت ويا إرميس تقع العفة في الحب بمجرد أن ترى يا أوشنز ينتقل نيرمين للقاء الإرميل من خلال المعلومات التي قدمها به إرميت غير مدرك إلى أين هو ذاهب سبتمبر على وشك مقابلة نيرمين سيفعل يا غيس أي شيء للعثور على سبتمبر المختطف أسل إرم وأوزاني يختبئان من الشرطة من ناحية بينما من ناحية أخرى يتابعان الحقيقة رازية محاصرة عندما علمت أن نيرمين قريبة جدا من العثور على ابنتها سبتمبر يتلقى نتيجة اختبار الحمض النووي الصبي من يا إيميس لكن رجال عدنان اختطفوه قبل أن يتمكن من فتح الظرف ومعرفة ذلك سوف تأتي الدهون بعدك في الحقيقة هو سيختطف الشاعر ليس لديه نية لتسليمها إلى الشرطة تم نقل كان إلى المستشفى مصابا بجروح عندما يكتشف الشاعر وأسليم هذا الأمر يرفعان آمالهما لكن إرمو لا يقتل كان المحقق الذي استأجره نيرمين يجد إيل إرميل نيرمين غير مدرك أنه سبتمبر إنه سعيد لأنه تم العثور على ابنته يا إرمز مصمم على جعل إيل إرميل يقول الحقيقة كوراي الذي نفذ صبره مع عدم قدرة يا إرمز إيل إرميل على الانفصال مصمم على إثارة الأمور عندما يتم سحق الشاعر تحت وطأة الجريمة التي ارتكبها سيكون من الجيد في الواقع التواصل معه مصير كان سيؤثر على مصيرهم كذلك عبنان يضغط على إيل إرميل بسبب ديونه لإحسان من ناحية أخرى يعاني سبتمبر من ضغط كوراي ويذهب إلى العيادة لإجراء الاختبار لمعرفة من هو الطفل حقا توصلت يا إرمز التي تتبعها إلى استنتاج مفاده أن الطفل قد يكون من نفسها وليس من كوراي بناء على حقيقة أن إيل إرميل خضع لاختبار الفاتح يحبس الشاعر يعتقد أوزان أن كان اختطف جوليدي وبينما كان يكافح مع كان أطلق إرمول النار على كان من مسافة بعيدة يعتقد الشاعر أنه أطلق النار على كان بنفسه الشاعر يبحث عن طرق لتعويض السليم ومع ذلك ليس لدى أسل إرم أي فكرة عن مسامحة الشاعر عبنان الذي اعتقل بسبب حادث يا إرمار يحتاج إلى خطط جديدة بينما يعاني يا إرمز من ألم إدارة ظهره لعائلته فإن سبتمبر وعائلته يعطونه ذرعهم وأجنحتهم سبتمبر يقترض من قرش القرب يدفع المال للمستشفى يعيش لديه عملية جراحية العملية ناجحة نتيجة لجهود يا أوشيمس الذي سقط في مطاربة الشخص الذي ضرب يا إرمار تخرج نهاية الحبل إلى عدنان تم القبض على عدنان أمام عيني يا إرمز يعرب كوري يحاول الشاعر أن يجعل الكان يتكلم لكن الفاتح يتدخل في الموقف قبل أن يتمكن من الوصول إلى أي بيانات عن الفاتح برش يعاني من نزيف أوزان يجبر أسليم على دخول السيارة بالقوة سيفتقدها تقترب يا إرمار من الموت كل دقيقة وتحاول سبتمبر معادلة أموال والدها الجراحية من ناحية أخرى يبحث يا أوشيمس عن أثر السيارة الزرقاء التي استضمت يا إرمار أوزان يحدد لمعرفة من الذي وضع اللعبة التي تسببت لهم لتفريق مع أسليم تعود ذاكرة جوليدي وتخبر أوزان أن أسليم بريد يجد بيرشين رسالة التي تركها كان على داب سليم يا إرمار في المستشف يقول الطبيب إنه يهدد الحياة هناك حاجة إلى 300 ألف ليرة للعملية يقول سبتمبر أنه سوف تجد المال يذهب يا إرمز إلى مكان الحادث ويجد الطفل يا إرمار الذي اشتراه الإيل إرمل ويعطيه الإيل إرمل عندما علم أن والده قد غفر له يجد سبتمبر السلام وإن كان مؤقع بينما ينتظر بيرشين بفارغ الصبر إلغاء زفافه مع أوزان يلاحق أوزان ملاحظة غير متوقعة يا إرمار وقال أنه كسب المعركة من أجل الحياة بعد وقوع الحادث كان لديه سوف كوراي الذي تركه في منتصف الشارع تحقيق هدفه بعد أن خسر عدنان القضية قرر أن يقتل يسار الذي لديه ضغينة ضده يعين كوراي لهذا الغرض حتى لو لم يرغب كوراي في ذلك فعليه أن يفعل ما يقوله عدنان يضرب يسار بسيارة كان يترك ملاحظة مجهولة على باب سليم يجد الشاعر هذه المذكرة تفيد بأن الكان آسف جدا أسل أتام بريد لكنه لا يستطيع معرفة من تركها بيرشين مستعد للزواج تشعر جوليدي أن هناك شيئا غريبا في حقيقة أن بيرشين وأوزان يتزوجان أوزان الذي اهتزته أخبار حمل بيرشين غير مدرك أنه يتم إعداد حفلة في منزلهم بينما يغمر انتصار يا إرمار على عدنان الجميع بفرح تصل الرسالة أخيرا إلى مالتها الحقيقي الفاتح على وشك أن يقرر أنه بحاجة للتخلص من الكان الذي كان يختبئ منذ أيام يخبر كوراي إل إرمل أن الطفل هو طفله يبدأ الشك في الانخفاض في سبتمبر بفضل دعم يا إرمار يا إرمز فاز في القضية ضد عدنان يتعلم أن سبتمبر يأوم الساعد يكشف بيرشين لوالده ووالدته أنه حامل محاصرا في زاوية يقبل أوزان أنه يجب عليه الزواج من بيرشين في هذا الوقت في الواقع هو مهتم بجوليدي تعلم أن طفل إل إرمل من يا إرمز رازي يضع خططا جديدة جوليدي تلاحق ما تتذكره قطعة قطعة يبدأ بيرشين في تنفيذ خططه واحدة تلو الأخرى من أجل إقناع أوزان بحملها في الواقع بدأت العمل كجريسة أطفال جوليدي جوليدي تحبه كثيرا تحاول بيرشين أن تظهر لأوزان أنها حامل لكن أوزان التي وجدت اختبار الحمل تعتقد أنه اختبار أسليم وتعتقد أن أسليم حامل رازية بينما كانت ستشرح الوالدين الحقيقيين الإل إرمل ويا إرمز في العشاء حيث دعت الجميع علمت أن الإرمل حملت من يا إرمز قررت أنها يجب أن تجهض الطفل في الواقع بعد ترك وظيفته في المدرسة يتخذ خطواته الأولى لبدء حياة جديدة مع والدته من ناحية أخرى تحاول أوزان إعادة ذكر دوليدي بينما تضحث عن شخص ما لرعاية والدتها لقد أحببتك مرة واحدة انتهى فيديو المعلومات الخاص بنا هنا لا تنسوا الاشتراك في قناتي وتشغيل الإشعارات